تم الإعلان عن تقديم مساعدات للقطاع الطبي الاستشفائي الفلسطيني بقيمة 100 مليون دولار ضمن حزمة المساعدات التي تعهدت الولايات المتحدة بتقديمها للجانب الفلسطيني من القدس مرسلنا نضال كنعنا ينضم إلينا ومن بيت لحم مرسلنا في راس لطفي كذلك معنا نضال أبدأ معك طبعا هذه الكلمة التي أشهد خلالها جو بايدن بجهود القطاع الطبي تحديدا الممرضين والممرضات وكما كان متوقعا أعلن عن حزمة مساعدات للتوقف الطبية والمستشفيات الفلسطينية نعم بالفعل يمكن الخول أن خطاب الرئيس الأمريكي كان خطابا طبيا بامتياز وهذا ليس صدفة هو لم يريد تطرق إلى النواحي السياسية واختيار مستشفى أغوستا فيكتوريا المطلع في القدس الشرقية ليس صدفة فالمستشفى لا يحمل طابعا سياسيا وبالتالي هو يتجنب الحديث عن أي أمور سياسية تتعلق بشرقية القدس منذ زيارته هنا حاول التنصل من كل الأسئلة التي تتحدث عن القدس الشرقية عن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وبالتالي هو اختار هذا المستشفى بعيدا عن كل المؤسسات الفلسطينية المتبقية في القدس الشرقية هذا المستشفى ومستشفيات القدس الشرقية عموما تقدم ختمات ليس فقط للمقدسيين هي تقدم خدمات أيضا للفلسطينيين في الضفة الغربية وحتى في قطاع غزة وبالتالي هي مؤسسة فلسطينية هامة جدا وهذه المستشفيات عانت من أزمة مالية حادة في السنوات الأخيرة بسبب الإعلان أو قطع المعونات الأمريكية عن هذه المستشفيات والآن الرئيس الأمريكي يقول بأن الولايات المتحدة ستعود لتمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية وهي بشرة صارة لكل الفلسطينيين ليس فقط في القدس الشرقية هذه الزيارة صباح اليوم للمستشفى أتت دون تنسيق مع الجانب الإسرائيلي ودون أي حضور إسرائيلي في هذه الزيارة لكن أيضا دون حضور رسمي فلسطيني وكأن منطقة القدس الشرقية هي منطقة محايدة لا تتبع لأي سيادة ليست للسيادة الإسرائيلية أو للسيادة الفلسطينية ومن هنا جاء هذا الخطاب البعيد عن السياسة كما قلنا أيضا المساعدات هي قضية مهمة للغاية وهي ربما تبشر بتدفق مساعدات أمريكية لمؤسسات فلسطينية أخرى مؤسسات مدنية طبعا هذا يأتي ضمن السياسة الأمريكية التي تنص على دعم المجتمع المدني وتحسين حياة الفلسطينيين إلى حين الوصول إلى حل سياسي في المستقبل تمام فراس أتوجه إليك إلى بيت اللحم حيث ستكون المحطة الأخيرة لربما اليوم قبل توجه بايدن إلى المملكة العربية السعودية أيضا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ستكون ضمن إطار تقديم ربما المساعدة التي تحدث عنها فريق الرئيس من دون التطرق إلى أي خطة سلام أو تصور للمرحلة المقبلة هذا ما رشح من بعض المسؤولين في البيت الأبيض قالوا بأنه لا يحمل مبادرة أو خطة سلام لإحياء عملية المفاوضات من جديد والمتعثرة منذ أكثر من ثماني سنوات الآن جو بايدن في طريقه إلى هنا إلى بيت اللحم للقاء الرئيس الفلسطيني رغم ما قيل حول عدم امتلاكه أو حمله لخطة لإعادة إطلاق المفاوضات لأن الفلسطينيين يريدون أن يسمعون من الرئيس الأمريكي جو بايدن ماذا يحمل وماذا في جعبته وبعد ذلك سيقررون الخطوات المقبلة بالنسبة لهم هل سيكون هناك انتظار وتفهم للوضع الأمريكي الذي يذهب باتجاه انتخابات نصفية في نوفمبر المقبل وهي لا تريد أن تشوش علاقاتها باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وبالتزامن مع ذلك هناك انتخابات إسرائيلية أيضا في الأول من نوفمبر وبالتالي لا يوجد حكومة إسرائيلية للحديث مع هل سينتظر الفلسطينيون هذه هاتين المحطتين أم أنهم سيكون لهم خطوات تصعيدية في هذا الإطار كما يدعو البعض هنا في القيادة الفلسطينية لمعاودة وضع قرارات المجلس المركز الفلسطيني على الطاولة من بينها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقع وتعليقها مع إسرائيل وسحب الاعتراف منها هذا مستبعد بحسب مراقبين في الأفق القريب ولكن بالنسبة لهم ما يحمله بايدن ليس كاف ما يحمله من رزم اقتصادية وتقنية كإطلاق الجيل الرابع من الإنترنت في الأراضي الفلسطينية التي كانت تتحفظ إسرائيل على إطلاقه الأموال كما فهمنا من بعض المصادر هناك 316 مليون دولار سيتم ضخها لمشاريع ولميزانية الحكومة الفلسطينية للمشاريع وخدمات معينة إلى جانب طبعا المظلة الأمريكية اليو اس ايد الوكالة التنمية الأمريكية التي أطلقت مشاريع في الضفة الغربية كل ذلك بالنسبة للفلسطينيين هو جيد ومطلوب في الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية ولكنهم يريدون لهذه الزيارة أن يكون لها بعدا سياسيا يؤسس إلى إطلاق مفاوضات ويحقق الرؤية التي يتمسك بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل تعيشان بسلام وأمن وتندمجان في المنطقة وقضاياها وملفاتها الإقليمية شكرا لك فرس لطفي مرسلنا من بيت لحم ومن القدس أيضا مرسلنا نضال كنعنى شكرا لك